اشتركوا في القناة موسيقى سوداني كعدده كان حضورا في كثير من اعمال الخير عبر حملة رسل الخير لتوزيع حقيبة الصائم وعبر طريق لعابري السبيل بالتعاون مع عدد من المنظمات الخيرية وسط اجواء رمضانية تحفوها مشاعر الرحمة شارك العاملون في مجموعة سوداني للاتصالات في عدد محتويات حقيبة الصائم ضمن حملة رسل الخير والتي تنفذها مجموعة سوداني بالتعاون مع منظمة ظلال الرحمة وتستهدف الحملة توزيع مواد رمضانية للأسر الفقيرة في عدد من المواقع بولاية الخرطوم كما شارك العاملون في مجموعة سوداني في عدد وجبة افطار عبر السبيل ضمن مشروع افطار عبر طريق والذي قابت بتنفيذ مجموعة سوداني بالتعاون مع منظمة شباب النجدة هو عبارة عن وقفة انسانية تقدم الشركة لكل اهل السودان وكل احبابنا في مختلف بغاية السودان ومن خلاله نقدم وجبة افطار لكل عبر السبيل الذين يصادفهم وقت الافطار اثناء انتغالهم من مواقع عملهم الى منازلهم او اثناء تجوانهم او اثناء اداءهم لأعمالهم التي تطلب وجودهم في الشارع العام اثناء ساعات الافطار فتحت باب الروح لخيرك الواسع حسيت بجيتك من ريحت الابر في اخر الشارع من اصوات التراويح سيجاني لباب الجامع واسمعت النداء حل يا سعر ينقوم السعر واحد الدين فرحت مساعة المويا ما أمدي الدوم لامانا في جنف الذكر دعوات جرانيكم معانا رمضان مبارك ورمضان السوداني رمضان مبارك ورمضان السوداني كعادته دوما تشجيعا وتحفيزا للمتفوقين احتفل سوداني بتكريم اوائل شهادة مرحلة الاساس بكل ولايات البلاد علي راسك فوق انت سوداني القرم والزوم وطيب عنواني انا شجر ونخيل والخير في اخصاني زي جزوري اصل جنبك بتلقاني انا منكب في النيل تشراع سوداني ونحن في سوداني ان شاء الله بالغدر ما نسعى بالبرامج وجود يكون مسخر بجعالة لخدمة هذا البلد وخدمتكم ان شاء الله حتى يكون عندكم تفوق كبير ويكون عندكم ان شاء الله تواصل في العجال وتكونوا تخدموا في هذا البلد بالصورة الواسعة علي راسك فوق انت سوداني علي راسك فوق انت سوداني استمرارا لرعايته لطلاب العلم احتفل سوداني بتسليم كفالة الطالب الجامعية من غير حدود صوتا يملك دنيا وموقنا تكون تاريخة في الموقع اول مكالمة كانت في الزمن الجميل اول الوق قلناها مبنى ساها مستحيل سوداني افرحة يا عشرة امر طويل يا ظل القيك وقدر حطيك وموقع تللي من غير حدود صوتنا بيم للدنيا دي الدفعة بالنسبة لنا هي الدفعة التالتة البرنامج الكفايلة بدأ في سنة 2009 الحمد لله رب العالمين نحن الآن نتخرج منه حوالي 450 طالبة من مختلف الجامعات نحن كان لنا الشرف كبير جدا جدا انه نكون من ضمنا اول رعي للطالبات موسيقى سوداتيل كانت خلال شهر يونيو قبل العديد من الوفود الافريقية التي وقفت على تجربة العملاقة في مجال الاتصالات موسيقى نحن الانجاس القمة وحجر الاساس نحن الاحساس الواصل كل الناس في كل بيت دخلنا وفي كل الدروب من شرق لغرب عبرنا من شمال لجنوب حلم سودان الهوية ليه عدين البحور هذه الزيارة تأتي امتداد لزيارات السابقة للوفد الأسوي برأسة الوزيرة الاتصالات والهدف منها هو التمهيد لعلاقات سنائية في قطاع الاتصالات بين البلدين تتمثل فيها من معسلتين رأس الروب نحن الاحساس الواصل كل الناس في كل بيت دخلنا وفي كل الدروب من شرق لغرب عبرنا من شمال لجنوب حلم سودان الهوية ليه عدين البحور في أرض إفريقية نحن بوناها نور وتتكلمنا عن مدير العام طارق رسلنا الاتحادة التلفز على فرغي إن شاء الله من اعتباره من اليوم حيكون شريك في مجال الميديا والآن التلفزينات الموجودة معي إن شاء الله هيعرضوا للشياء العليم من خلال اللقينة وبالفعل لدونا تنوير كافي وناس استفادوا منه وتتكلمنا يا عيون بلد الحني موسيقى 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 في إطار رعايته المستمرة لكافة المناشط والفعاليات رعى سوداني بطولة الشوترنج بمركز الثقافي الفرنسي وخيمة الصحفين الرمضانية موسيقى 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 انت سوداني علّي راسك فاق انت سوداني علّي راسك فاق انت سوداني علّي راسك فاق انت سوداني فتحت باب الروح لخيرك الواسع حسيت بجيتك من ريحت الآبر في أخر الشارع من أصوات التراويح سيداني لباب الجامع واسمعت النداح رمضان كريم أخليك شوداني فرحت مساعد المويا مع أمدي الدوم لما أنا في جلسة ذكر دعوات جرى أن يكون معنا أنا بتكلم بسوداني ورمضان سوداني في كل عدد من مجلة التواصل نقف عند أحد وجوه سوداني وسوداتيل المميزة بأدائها من ياترى سيكون وجه هذا العدد سوداني وأصيل في دمه جاري النيل نجمي عالي حلمه غالي ونور النجوم دليل قدامه سكت نجاح وبيعرف كيف يبدأ صاح دربه أخطر بابه واسع في إيده ليوم مفتاح إنجازه ولو كان بسيط أنا صفاء سيد أحمد الخضر الإدارة المالية التحقت بالإدارة المالية في نوفمبر 1995 وكنت من أول محاسبين سودانيين اللي تحقوا بالشركة بعد الإدارة الهولندية الحسابات العامة معنية بحسابات الشركة اللي هي متعلقة بالمدينون والدائنون والأصول والمشاريع غير التنفيذ والإيرادات من أنشطتنا الأساسية بنقوم بضبط الإجراءات المالية المتعلقة بكل الالتزامات المالية وفق اللوايح والإجراءات والمنشورات والنشرات الاقتصادية الملزمة بالنسبة لنا بالنسبة لإجراءات الأصول بنعمل على حفظ سجلات الأصول وإعادة تقييمة وتويبة وفق اللوايح والإجراءات والسياسات المالية المتبعة في الشركة في الختام بحيي كل الموظفين على الجهد الكبير اللي يقوموا بها والعمل الكبير اللي يقوموا بها في أنه يحاولوا يوفروا أو يرضوا جميع الأطراف المتعاملة معنا سواء كانوا موردين محليين أو خارجين سواء كانت مشغلين أو كافة الأطراف مشاهدين الكرام كانت هذه أهم الأحداث لمجلة التواصل في شهر يونيو من سوداني إلى الملتقى وعدد آخر من مجلة التواصل كنوا بخير إلى اللقاء ريحت الأبر في أخر الشارع من أصوات التراويح سيجاني لباب الجامع واسمعت الندار حلي سينجوم السعر واحد الآية فرحة مساعة الغياء مع أم جبا